طب نعمل ايه بقى عشان نخرج من ده ونقدر نجدد الحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان ده المفتاح ان ربنا حرم على النار وعلى فكرة ممكن يكون تحريم على النار حتى نار الدنيا حرم على النار كله هين اللين سهل فخليك هين ولين وسهل كده وما تقفشش على ولادك وما تحاولش بقدر الامكان ان انت تعمل من حبة قبة لان ده كله مش هيوصلك لاي شيء تعال بقى نقول لكم شوية اجراءات كده لطيفة اول اجراء لو سمحت عايز خلقك يزيد اعمل حوار مع اولادك ومع اهل بيتك كل يوم لازم تعمل حوار مع اهل بيتك كل يوم لو انت عايز خلقك يتسع لو عايز خلقك يتسع وتكون اقل اقلهم كلاما بس اكسرهم تفاعلا بعنيك بالجواب على السؤال لو سألوا بطرح الاسئلة لو احتاجوا لطرح اسئلة هتحس بحاجة تانية على الاقل نصف ساعة كل يوم بينك وبين اولادك بينك وبين اولادك عشان تسمعهم ويحسوا بان هناك قلفة وتمرن نفسك على انك انت تتخلص من دوق الخلق الشخص بتاعه وياريت يتكلموا في الحاجات اللي هما بيتمنوها ان انت تعملها ده هيوسع جدا صدرك وهيوسع جدا صدرك وهيوسع كمان صدر اولادك فتحسوا ان في حاجة كده في شوية والله احتحسوا ان في شوية هموم كده في شوية كلبشات كده تفكت شوية قيود اتفكت واتحسوا كده ان انتوا ايه ده احنا مانا بقينا مرتاحين كده ليه مانا مخاوفنا قلت كده ليه القلق قلق ليه فلازم يبقى فيه الاجراء ده حاجة تانية لو سمحتوا كتروا من كلام اللي امتنان لأهلكم وعبروا عن حبكم لولادكم اقول لكم حاجة انا والله ما شفت حاجة تخلي الواحد يتطمن قد ما يكلم الناس بكلام يطمنهم انا ما شفت في حياتي حاجة تريح البال قدي تريحك لبال الناس قول كلام حلو قول كلام حلو هتحس ان انت بقيت حلو هتحس ان قلبك بقى حلو على الاقل خمس مرات في اليوم تقول لي أولادك ان انت بتحبهم وتمتنللهم بان هما بيعملوا حاجات كويسة ودي اعمل نفس الكلام مع زوجتك وزوجتك تعمل نفس الكلام معك لو حصل كده ايه اللي حاصل هيتسع الخلق وهتحسوا ان انتوا بقى قلوبكم اريح بكتير وهموكم زال اخر حاجة احنا محتاجين حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا ايه هي محتاجين ان احنا من وقت للتاني نعمل حاجة بسيطة خالص ان احنا نعمل عمل مشترك مع بعض نعمل عمل مشترك بيساعدنا كلنا نتفق عليه ننزل نمشي مع بعض نسمع حاجة مع بعض نتكلم مع بعض في موضوع نعمل خروجة اسبوعية مع بعض ده بيقربنا جدا 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 ويا سلام بقى لو كان الحاجة اللي بنعملها مع بعض مجلس للصلاة على حضرة النبي لو قعدنا وقعدنا لمدة نص ساعة نصلى على حضرة النبي يوم جمعة لان اليوم دوت حضرت النبي امرنا ان احنا نكسر الصلاة عليه هي التسع خلقنا انتو طبعا فاهمين ان عشان نوسع خلقنا لازم نروح نعمل عضلات للقلب لا احنا محتاجين نغير صورة الحياة في عيننا محتاجين ندخل اشياء جديدة في حياتنا احنا اللي بيخلينا دايقين الخلق ان احنا شايفين ان الافق مسدود لو الافق مفتوح ان حس دايما ان في فرج وساعتها هيبقى عندنا حافز ان احنا نخرج من ضيق الخلق اللهم صلي وسلم على اوسع الناس خلقا والذي شمل الكل بخلقه حتى لقبه الله سبحانه وتعالى وقال له وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال له وانك لعلى خلق عظيم يا رب جعلنا على اخلاق حضرة النبي ووسع صدرنا وريح بنا وجعلنا نحتوي اولادنا وجعلنا نحتوي ازواجنا وزوجاتنا وجعلنا يا رب في اهل الخير واهل المحبة وجعلنا دايما يا رب من اهل السعة ولا تكتب علينا يا رب اي لون من الوان الضيق